حزب النور يا أستاذ والب بمنتقى الأمانة هو مخصرش مخصرش في الانتخابات اللي فاتت دي لأ يعني على الشوق الإعلامي اللي كانوا عاملينه احنا قلنا حزب النور ده ياخد يعني 90% بس الشعب فاهم الشعب واعي الشعب ما بيدحكش عليه الشعب فرز حطوهم في المصفى ونزل الحاجات الوحشة وطلع الحاجات الكويسة الحمد لله الحمد لله الحاجات الكويسة دلوقتي بتعمل إعادات برافو الحمد لله مش معنى كده ان الشعب صوت لقيمة حب مصر ان الشعب كله أجمع لقيمة حب مصر لا ممكن يكون فيها واحد متى 45 اتنين بس البيه كله كويس لكن ما تبقاش قيمة الاستاذ نادر اسمه نادر المتحدث نادر الصرفي لا لا مش نادر الصرفي نادر بكار المتحدث ومراته وحماه على قيمة واحدة ده كده دي قيمة عائلية طب ايه المشكلة يعني؟ لا دي مشكلة كبيرة دي مشكلة كبيرة احنا بتتكلفوا مستقبل بلد مستقبل وطن انتوا هتضمروا ببلد تجنبوا بقى شوية خلوا الشباب تطلع هم تجنبوا كفاية 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 او سازوائل هو احنا هنطلع بالزيت والسكر هندقل في المال السياسي هندقل في اقحام المرأة عشان القانون الليال هندقل في اقحام الأقبار يعني هم اضطروا انهم ياخدوا الاستاذة سنوة عشان القانون يلزمهم ده رئيس الحزب اللي اعترف بالكلام ده قال ايه ونايب رئيس الدعوة على طول طلع يكفرنا على طول طلع يكفرنا صراحة اليهوزات كتره اليهوزات في مجتمعاتنا كتره ومش معنى ان انا بهاجم حزبه النور دلوقتي يبقى انا موافع على موقف النائب بتاع السيوط انا ضده ضده تماما لا الهتاف ده ما هو اوضح قال انه انه ده تم اجتزائه من خليني بس مظلومش ده تم اجتزائه من مظاهرات للمسيحين بعد احداث لحقت بهم يعني ومنها كنيسة القدسين المسبحة الشهيرة يعني لكن هنوضح ده ولسه هنشوف نسأ هو حزن النور باختصار حاول بانه يتخطى بيمينه في انتهاك المشروعية الاجرائية والدستورية باستخطاب ضعاف النفوس اشكرك وانا احط تحت دي مية خط عشوة يا فندم اتصل بيه انا جالي تليفونات من سنة ونص عشان اتو طالعين تقولوا لا ما اتعرضش ايها فلوس لا بيعرض عرض عليك كان من تليفون واحد اتصل بيه قالوا يا أستاذ أمير احنا عارفين وشايفين قطواتك انا ما عارفش بقى واحد بيقولي احنا منطرف حزب النور طب ومال اتفحوا لضوطه والنبي ما اخدت حاجة تليفون جال واتصلوا بيه ولا كيلو لحمة حتى يا أستاذ وائل انما شخصية حتى افعيد الضحية مفيش كيلو لحمة لا لا بيفرقوا اتفحوا الله الوكيل ده انا بقوله هو ولا كيلو لحمة يا حزب النور تلتمائة الف خدتيها خدتيها انا بتاعت تلتمائة الف برضو قل لك تلتمائة الف ليه انا نعمان ولا تلتمائة مليون او ساز وائل مين مين فيه شخص يا خلونا انت واف حزب النور وعايزينك معانا يا جامعة انت مبدئيا اولا ترفض تماما نهائي طب انا بعلن بقى دلوقتي اهو ولا تلتمائة مليون ولا بعلن اهو دلوقتي وعلى الهواء لو ما جبت ليش يا ساز امير دلوقتي وعلى الهواء انا هتنازل يا عم انا يا سيد جن ست مادية اجيب لك ايه تجيب لك تلتمائة الف ده انا كل حاملتي ما تكلفتش خمسين الف جنيه انت داخل انتخبات ونازل المستخدم شو انت قلت حزب النور انا نازل المستخدم يعني هبيع نفسي وهبيع وطني بتلتمائة الف يا بيت على رأيك ولا مال الدنيا كله ولا مال الدنيا كله انا بعتبر المنتمين من الاقباط لحزب النور خونا للوطن يا عم صلى عليش وحيد اسمح لي في الكلمة يا عم انا بطلت اخور اسمح لي في الكلمة انا توبط لله طيب ممكن لا 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 ما هجعلك ته حزب النور ادى المشروعية للسيد الرئيس لا اللي ادى المشروعية للسيد الرئيس هو شعب مصر الله هو اكبر بس هو كان جزء من تحالف حزب النور يا فندم اعضاء ونواب اتمسك ومدخلين رابعة بأسلحة نارية او ماله صح اما اروب صحيح صحيح ستحلن لباث ستحلن اى بیدى